منظومة العقائد هذه التي ذكرها محمد الشيرازي وهي بنفسها ذكرها أخوه صادق الشيرازي في رسالته العملية أيضا وهي بنفسها ذكرها بقية مراجع النجف و كربلاء إنها منظومة أصول الدين الخمسة بشكل إجمالي أشير إلى أهم الملامح في منظومة العقائد هذه التي ذكرها محمد الشيرازي التي تخالف منطقة أهل البيت أولا هذه المنظومة منظومة أشعرية معتزلية لا علاقة لمحمد و آل محمد بها حتى أصل الإمامة الذي أضافه الطوسي حينما أخذ أصول الأشاعر والمعتزلة أضاف أصل الإمامة فإن الإمامة يعرفونها بحسب تعريف المعتزلة و يضيفون إليها شيئا من التحسين ليس أكثر من ذلك حتى عقيدة الإمامة عندهم هي عقيدة المعتزلة فهذه منظومة أشعرية معتزلية التوحيد فيها توحيد معتزلي شركي بحسب أهل البيت لا بحسب أنا أنا لست شيئا أنا راوية حديث أروي حديث العترة صلوات الله عليها وأنا مقلد لأئمتي أتعلم الأصول منهم وأنا أفرع بحسب أصولهم هم قالوا لي علينا الأصول و عليكم أن تفرعوا فأنا راوية حديث لحديث أئمتي وأنا مقلد لأئمتي بالمطلق في كل شيء في التفسير في التفكير في العقائد في فتاوى الأحكام في كل شيء في قراءة التأريخ في أبواب المعارف والثقافات أنا مقلد لأئمتي أنا راوية حديث مقلد لأئمتي أتعلم قواعد الفهم منهم أفسر القرآن بتفسيرهم أأخذ الأصول منهم في العقائد والفتوى ووفقا لأصولهم أفرع ما يرتبط بشؤون ديني إن كان الشأن عقائديا أو كان الشأن تفسيريا أو كان الشأن فتوائيا أو كان الشأن فكريا ثقافيا فحينما أقول لكم شيئا إنني أأخذه من رواياتهم حين أقول لكم عقيدة التوحيد التي يتبناها محمد الشيرازي ويتبناها أخوه صادق الشيرازي ويتبناها السستاني أيضا ويتبناها الخوعي أيضا ويتبناها محمد باقر الصدر أيضا وبقية المراجع عقيدة شركية هذا ما هو كلامي؟ كلام الأئمة وسأقرأ عليكم حديثه هذه منظومة عقائدية أشعرية معتزلية هذا الأمر ليس خاصا بمحمد الشيرازي إنما أتحدث حول كتابي محمد الشيرازي لأن التطبيق الثالث حول محمد الشيرازي بحسب التسلسل والترتيب للموضوعات في هذه الحلقات وإلا فهذه العقيدة عقيدة جميع مراجع النجف وكربلا إذا شذ شاذ منهم فإن شاذ لا يحسب ولا يعاد أنا أتحدث عن كبار المراجع عن المراجع الذين تأخذ الشيعة دينها منهم قد يختلف فقيه هنا عالم هناك أنا لا أعبأ بهذه الإختلافات أشاذ أنا أتحدث عن الكبار الذين تأخذ الشيعة دينها منهم ولذا حين جئتكم بمحمد باقر الصدر لأنه رمز مؤثر في الواقع الشيعي بشكل واسع كبير وحين أخذت السيستانية أخذته بهذا اللحاط وحين أخذت محمد الشيرازي أخذته بهذا اللحاط قطعا تأثيره محدود لا كتأثير محمد باقر الصدر ولا كتأثير السيستاني إلا أن مجموعة لا يستهان بها من الشيعة تأخذ دينها من محمد الشيرازي وصادق الشيرازي لكنني لا أقايس مساحة التأثير بالنسبة لمحمد الشيرازي بمساحة التأثير بالنسبة لمحمد باقر الصدر لا وجه للمقايسة أصلا على أي حال فمنظومة العقائد هذه منظومة أشعارية معتزلية ومن أوضح ما يدل على ذلك عقيدة التوحيد عندهم عند هؤلاء عند محمد الشيرازي وعند بقية المراجع عقيدة معتزلية شركية الأئمة وصفوا الذين يعتقدون بها بأنهم مشركون وربما كافرون سأقرأ الأحاديث عليكم هم لا يبالون الأئمة وصفوا اعتقادهم من أن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة وصفوا هذا الاعتقاد بأنه مكذوب على رسول الله وبأن القائل به ملعون وهم لا يبالون يعتقدون بهذه العقيدة ويثبتون هذه العقيدة في كتبهم وفي تفاسيرهم وفي دروسهم ويذكرونها على منابرهم سوهد الله وجوههم يخالفون الأئمة بشكل واضح ومباشر هذه العقيدة تنكر إمامة فاطمة وهذه العقيدة ليس لعقيدة الرجعة من وجود ضروري وأساسي فيها ولذا لم يشر محمد الشيرازي إلى عقيدة الرجعة لا من قريب ولا من بعيد وهذه هي الطبعة الخامسة والعشرون من رسالته العملية يعني لم يكن مشتبها لم يكن ناسيا فعقيدة الرجعة ليست من صميم العقائد الأصول التي يبتني عليها الدين وهذا يدلك على أن الرجل لا يعرف الحسين ولا يعرف شيئا عن الحسين لأن نحر الحسين ثمن لمثمن هو الرجعة العظيمة لو كان يعرف الحسين مثل ما ينصبونه على أنه مرجع الحسينيين لجعل عقيدة الرجعة عقيدة أساسا وعقيدة أصلا في منظومته العقائدية هذه هذه المنظومة الأشعرية المعتزلية القذرة الشركية النجسة عقيدة النجسة هذه الأئمة يقولون عنها ذلك ما أنا الذي أقول ماذا يقول محمد الشيرازي صفحة تسعة والله سبحانه له صفات كثيرة كالعلم والقدرة والحياة والإرادة إلى بقية الصفات أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء إنما أأخذ لكم مثالا وأنموذجا هكذا يقول والله سبحانه له صفات كثيرة كالعلم والقدرة والحياة والإرادة إلى بقية الصفات إلى أن يقول في صفات في صفحة 10 وصفاته هذه الصفات التي من جملتها الإرادة والله سبحانه له صفات كثيرة كالعلم والقدرة والحياة والإرادة إلى بقية الصفات التي ذكرها ثم بعد أن يكمل ذكر صفات الله هكذا يقول وصفاته عين ذاته فهو عالم قادر ثم يضع نقاط يعني إلى آخر الصفات كالعلم والقدرة والحياة والإرادة وا وا وصفاته عين ذاته فهو عالم قادر نقاط إلى آخر الصفات منذ الأزل فصفة الإرادة صفة ذاتية أزلية هذا هو الذي يقول والله سبحانه له صفات كثيرة كالعلم والقدرة والحياة والإرادة وا 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 بعد أن يكمل ذكر الصفات يقول هكذا وصفاته عين ذاته فهو عالم قادر نقاط مريد فصفة الإرادة صفة ذاتية منذ الأزل منذ الأزل صفة الإرادة صفة ذاتية أزلية هذا هو الذي يقوله محمد الشرازي في توحيده ويريد من مقلديه أن يعتقدوا بهذه العقيدة وكذلك أخوه صادق الشرازي وكذلك بقية مراجع النجفي وكربلة آل محمد ماذا يقولون ماذا يقولون هذا الكافي الشريف هذا سيد كتبنا حين أقول الكافي الشريف يعني أنني أحدث بحديثهم هذا حديث محمد وآل محمد هذا الجزء الأول من الكافي الشريف وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 131 ما هو عنوان الباب عنوان الباب باب الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل فليست من الصفات الذاتية كل الروايات في هذا الباب عن محمد وآل محمد تقول من أن الإرادة من صفات الأفعال وهي صفة حادثة ليست أزلية لكما يقول محمد الشيرازي وصفاته عين ذاته منذ الأزل وجعل الإرادة من جملة هذه الصفات فجعل الإرادة صفة ذاتية أزلية أئمتنا ماذا يقولون يقولون ما هي من صفات الذات هي من صفات الأفعال وهي صفة حادثة ليست أزلية حادثة يعني ليست أزلية عنوان الباب هكذا باب الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل يعني وسائر الصفات الأفعالية أقرأ عليكم على سبيل المثال الحديث الثالث بسنده عن صفوان بن يحيا شخصية شعية معروفة قال قلت لأبي الحسن لإمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق أخبرني عنها عرف لي الإرادة إذا كانت من صفات الخلق أو كانت من صفات الله أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق قال فقال فقال إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه الإرادة من الخلق مني ومنكم الإرادة من الخلق الضمير ما يجول في خواطرنا ما يجول في مكنون تفكيرنا ما يجول في خلجات بواطن نفوسنا فقال الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم لي ولكم بعد ذلك من الفعل نفكر نتدبر نأخذ قرارا نتراجع هذا هو الذي يدور في ضمائرنا في مكنون بواطننا فقال الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه فعله وهو فعل حادث ما هو بأزلي الله أزلي أفعاله حادثة وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك لأنه لا يروي الله سبحانه وتعالى لا يروي لا يحتاج إلى التروي في التفكير إلى التأمل لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر وهذه الصفات منفية عنه وهي صفات الخلق فإرادة الله الفعل لا غير ذلك إلى آخر الرواية سأعيد قراءتها عليكم بعد فاصل أدان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن